اهلا وسهلا بكم مشاهدين العزاء في تقرير جديد من اكوتي جلوبال ماركت ماذا تتجه اليه الانظار خلال تداولات اليوم ننتظر اليوم حقيقة مجموعة من البيانات المهمة ابرزها محظر اجتماع المركزي الاوروبي ننتظر في هذا المحظر اي تلميحات من شأنها ان تعطي نوع من التوضيح حول نوايا المركزي الاوروبي في تقليص برنامج التيسير النقدي الضخم حيث من المتوقع ان يكون هذا التقليص يبدأ التقليص في البرنامج ابتداء من شهر جانوري العام القادم وقد صرح ماري دراجي بان احداث وتفاصيل هذا التقليص ستكون اكثر خلال الاجتماع القادم في شهر نوفمبر بالتالي الانظار تتجه بشكل اكثر نحو اجتماع نوفمبر ولكن بلا شك سوف يوفر محظر اجتماع الفيدرالي المركزي الاوروبي اليوم بعض من الدعم لليورو الذي استطاع الارتفاع نحو مستويات الواحد فاصل سبت عشر خمس وستين ومن المتوقع ان يواصل الارتفاعات الى مستويات المقاومة التالية تقريبا رح نتحدث عنها فنيا بشكل اكبر وهي توافق فوق مستويات الواحد فاصل 18 كذلك اليوم ننتظر حديث لاعضاء من الفيدرالي الامريكي سوف يكون لهم مجموعة من التصريحات خصوصا فيما يتعلق بالسياسة النقدية الفيدرالي الامريكي في الفترة القادمة والى جانب ذلك كذلك ننتظر من بنك اوف انجلند ايضا ما يسمى بالبيانة السياسة النقدية او تلميحات حول السياسة النقدية المتبعة في المركز البريطاني الذي يتجه الى اول رفع لاسحار الفائدة في عقد من الزمن وذلك بعد الانخفاض الشديد في قيمة الجنية الاسترليني مؤخرا وضرورة تشديد السياسة النقدية بعد قيام او بعد ان حدث البريكزيت خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي بالتالي تلميحات اضافية حول هذا الموضوع الموعد المنتظر لرفع اسعار الفائدة من المركز البريطاني هو شهر نوفمبر ولكن قد تحدث اي مفاجآت في اجتماع هذا الشهر ننتظر مزيد من التأكيدات كما ذكرنا والتلميحات من اعضاء السياسة النقدية في كل من المركز البريطاني والفيدرال الامريكي وكذلك لدينا مثل ما ذكرنا من الفيدرال الامريكي حديث لبعض الاعضاء مهم جدا اضافة الى محضر اجتماع المركزي الاوروبي دعونا ننظر نظرة سريعة الى المنتجات الاكثر والاهم تداولا خلال التعاملات اليوم نبدأ مع اول منتج لدينا كما تعودنا مؤشر الدولار الامريكي فبشكل واضح ذكرنا يوم امس انه تم كسر خط الاتجاه الصاعد على مؤشر الدولار الامريكي وبدأنا بالهبوط حاليا نحن في منطقة تداول عرضي يعني تقريبا يمكن ان نسمي المنطقة الحالية بانها منطقة تداول ضيق نوعا ما قناة ضيقة محصورة بين مستويات 93.50 تقريبا ولدينا القاع او الحد الادنى هو تقريبا عند مستويات 93.40 حول هذه المستويات او ضمن هذا النطاقين عم يتحرك بشكل واضح امامنا مؤشر الدولار الامريكي ما هي النوايا او ما هي التوقعات بالنسبة لهذا المؤشر حقيقة نحن الآن في يعني صدد تشكل نموذج رأس وكتفين صار عندنا الكتف الايسر صار في عندنا الكتف الايمن وبالتالي عفوا الكتف الايسر والرأس والآن نشكل الكتف الايمن نحتاج الى كسر للكتف الايمن ووصول يعني ان صح التعبير خط العنق ممكن يكون موافق تقريبا لمستويات الـ 92.93 تقريبا حتى نقول هناك امكانية انخفاض بشكل اكبر اذا ما تم كسر هذا المستوى بالاتجاه الهابط حقيقة المؤشر الدولار الامريكي معرض الى مثل هذه الضغوط حاليا بالاتجاه الهابط ننتقل الى يعني خلينا نقول ستو بلس طبعنا هو عند مستويات موافقة لـ 93.60 والاتجاه هابط هدفنا القريب نسبيا هو عند 93.30 ولكن البعيد هو عند 93 تقريبا مثل ما ذكرنا بالضبط هو حوالي 93 يعني 92.90 بالنسبة للمؤشر التالي او المنتج التالي هو زوج اليورو مقابل الدولار الامريكي ذكرنا يوم امس ان حديث ماريو درايغي بلا شك سوف يعطي المومنتوم والزخم الكافي لليورو للارتفاع ولكن اليورو لم يرتفع فقط انما يستقر ميالا الى مزيد من الصعود حاليا وصل الى اعلى مستوياته خلال تعاملات يوم امس قريب من مستويات 17.80 وحاليا هو عند مستويات 17.70 التارجت تبعنا بالاتجاه الصاعد هو عند مستويات 18 وصولا الى مستويات 18.20 كمستويات مستهدفة بالاتجاه الصاعد على زوج اليورو دولار امريكي بينما الستوبلوس تبعنا ممكن يكون تقريبا هو موافق لمستويات 17.50 بالفترة الحالية لن اكون متعجلا بالدخول بصفقات شراء نوعا ما على اليورو دولار امريكي في الوقت الحالي يعني لانه اردي صارت النطاق ضيق نحتاج الى تأكيدات اكبر لانه اختراق مستويات 18.20 يفتح لدينا مجال كبير للارتفاعات بحوالي 70 الى 80 يعني 70 الى 100 نقطة بالاتجاه الصاعد على زوج اليورو دولار امريكي اذا ما تمكن من اختراق مستويات 18.20 بالاتجاه الصاعد عد ذلك يعني اليورو مجرد ارتفاعات مؤقتة في الوقت الحالي ما لم يكن هناك تفاصيل اكثر حول التابرينج او الويندينج داون تقليص برنامج التيسير النقدي الضخم المتبع من قبل المركزي الاوروبي الخطوة الاخيرة او اللقطة الاخيرة لدينا هي الذهب الذهب حقيقة تحت ضغط مزيد من الانخفاضات تحت ضغط مزيد من التراجعات لا يزال المستوى المفتاحي لهبوط كبير بالنسبة للذهب هو عند مستويات الـ 1268 دولار للأنصة كسر الـ 1268 دولار للأنصة مستوى مفتاحي لهبوط قوي على الذهب بالاتجاه الهابط مع وقف خسارة قريب جدا بأقل من دولار تقريبا بينما التارجيت تبعنا ممكن يكون بعيد نسبيا عند مستويات الـ 1255 دولار للأنصة وصولا إلى مستويات أدنى قد تصل إلى مستويات الـ 1220 دولار للأنصة كأهداف بعيدة طالما الذهب هو دون مستويات الـ 1282 دولار للأنصة لا يزال التريند هابط في الوقت الحالي وإن كان هناك بعض الارتفاعات المؤقتة التي نرى فما هي إلا فرصة للتداولات قصيرة المدى في الوقت الحالي ممكن تكون يعني تعطينا نوع من الزخم صفقات قصيرة المدى تعطيني نحو مستويات 68 مجددا وضغط من 78 إلى 68 عم نحكي على حوالي العشر دولارات قد يتم تحقيقها خلال فترة قصيرة نسبيا بوقف خسارة قريب نسبيا هو عند 82 تارية تبعنا عند 68 بينما السيناريو ينعكس تماما مع كسرنا لمستويات 82 ممكن يكون في عودة للاتجاه الصاعد وبالتالي أنت لازم تكون كمتداول متوفر على الفرستين بالاتجاهين حاليا على أسعار الذهب ولو أنه الأكثر ترجيحا هو الاتجاه الهابط على أسعار الذهب هذا كل ما لدينا في تقرير اليوم أشكر لكم المتابعة ونتابع غدا بتقرير أكثر تفصيلا عن تقرير الوظائف الغير زراعية الأمريكية وكل السيناريوهات المتوقعة في الأسواق يوم غد سوف يكون التقرير قبل موعد إعلان الوظائف الغير زراعية وهو الساعة الرابعة والنصف بتوقيت دبي ثالثة والنصف تقريبا بتوقيت السعودية سنتابع كل ذلك من خلال فيديو خاص شكرا لكم اشتركوا في القناة